سواح الخير النهار ده عامل معيكو النجرسكو الجوسي الحلوى الماليانة بشامل البشامل جواهي ما بيبقاش جامد قوي وماسك كده في نفسه وبتبقى سايحة وجميلة زي ما انتو شايفين كده وفي نفس ذات الوقت اللي عايز او بيحبها الخرطة بخرطتها او قطع تطلع بقطعتها ما يغرفاش اول ما تبقى سخنة يسيبها بس كده شوية تادة ويقطعها مقعبات هتتقطع معاه بمنتهى سهولة بس في نفس ذات الوقت هتبقى من جوا البشامل طري جدا ومش ناشف ناس كتير بتشتكي من ان البشامل بيبقى ناشف جوا هقولكو الطريقة بتاعتكم يلا على طول نبدأ ونشوف محتاجين ايه انا استخدمت في الوصفة صدرين من الفراخ والخضار بقى هقولكو طبعا كل الخضار اللي هحطوا حسب الرغبة اول حال هقطع بس صدور الفراخ قطع مش كبيرة اوي ومش تغيرة زي ما انتو شايفينها كده في الفيديو طوصة بقى على النار هحط معلقتين طبدة معلقتين زيت زاتون معلقتين سمنة اي مادة دهنية عندكم مفيش مشكلة فيها اختاروا لي ريحكم واستخدموه حط عليها صدور الفراخ وهسبها كده مش هقلبها لغاية بس ما تاخد لون من تحت ملح وفلفل اسود وهسب لكم مأدير والسط في العنوان فوق او في صندوق الوصف لو انتو على اليوتيوب انا بقى حطيت زاتون اخضر وزاتون اسود وفلفل الوان واختياري ممكن تحطوا عليها فصين طوم وطبعا حطيت بصل كل الكلام ده اختياري ممكن تزودوا اي نوع خضر انتو بتحبوه ممكن تحطوا كمان جزر ممكن تحطوا بسلة ممكن تحطوا مشروم اي حاجة بتحبوها حطوها انا بقى حطيت الخليط اللي انا عملته ده زودت عليه شوية جبنة موتساريلا وصلقت الماكارونة وحطتها عليه قلبت الكلام ده كله الاول كده مع بعضه والجبنة ساحة طبعا من سخنية الماكارونة وهنبدأ نعمل البشاميل معلقتين زبدة كبارة عليهم معلقتين ديق كل معلقة زبدة هتاخد معلقة ديق هتاخد كوب حليب هو ده المقدار المزبوط الطواب البقى بتاعت البشاميل طبعا اختياري مهم طبعا ان الزبدة لازم تكون بالشكل اللي انتو شايفينه قدامكم ده يعني تدخلت معلقة دقيق بشكل كويس ما تكونش عاملة كتل علشان لو عملت كتل هتتلكع منكم مع الحليب وهتبقى مش حاجة زريفة قد رشة ملح وفلفل اسود ممكن طبعا تحطوا فصين قرونفيل ممكن تحطوا يعني طريقة البشاميل الفرنساوي الاصلي انا كنت عملتها بلكده في القناة بس خلينا في الملح والفلفل اسود بس ده قوام البشاميل اللي انا عايزة بيكون خفيف كده ما تسيبهوش على النار لغاية لما يتقل لو سبتوه على النار لغاية لما يتقل البشاميل او الماكرونا تبقى ناشفة منكم جدا انا حطيت تقريبا تلت كمية البشاميل الاول على الماكرونا وقلبتها معاها علشان تخلي الماكرونا من جوه طريقه وبعد كده بقى باقي كمية البشاميل حطيتها من فوق وحطيت جبنة متسرلة دخلت الفرن على درجة حرارة ربع مية لو انتوا في امريكا 200 لو انتوا في مصر اول ما تبتأ تعمل فقاقية كده من الجوانب هنفتح عليها الشوية بتقعد في الفرن بالزبط بالزبط من عشر دقايق لربع ساعة فيه ناس قالول احنا بنقعدها بالنص ساعة او بالساعة لربع كتير قوي هتطلع ناشفة كل حاجة في الماكرونا مستوية من جوه البشاميل الحشوة الماكرونا نفسها مستوية فاحنا محتاجين بس ان احنا نعرفهم على بعض جوه في الفرن ونديهم طعمة من بعض مجرد بس ولازم طبعا درجة حرارة الفرن تكون عالية علشان ياخد معنا اللون بسرعة وما يعودش كتير في الفرن وعندوك اي اسئلة سيبوها لي في القومن ساشوفك ان شاء الله الفاتسة تاني قريب وباي بوي